موسيقى انا تابع النقابة عشان لما ندفع بس ماشي جوه اولا انت كويس؟ انت كويس طبعا حد يبقى في النظافة ديوم انبقاش كويس انت بتقول فيها دي خروجة انا اصلا حاجة اخروج هنا بكرا انا هبات هنا النهاردة اصلا باسيبك ها موسيقى 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 يا مصبتي حونة بلتارين بلتارين موسيقى 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 زيك الحمدلله كويس موسيقى 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 انا ممرضة هنا في المستشفى مش انا ممرضة هي اسمها اهنا و Mمرضة هنا في المستشفى موسيقى انا بينادولك هنا في المستشفى يا ابل اrá سيست اателя وصلت للشغلانا دي ازاي هل هي موهبة ولا حد رشعك تلام من وهنا صغير نفس ا اشتغلوا الشغلانا دي في الإصاعاف لما كدرت اشتغلتها من أنت صغير نفسك تبقى بتاعي سعاف طبعا المستشفى دي فعلا مستشفى حكومي ايوه غريبة جدا هل بتستمتعي بشفت بالليل أكتر من الصبح سي لا برافيرا لجماله أسرع وقت وصلت في مريض وأبطأ وقت وصلت في مريض في العادي احنا دايما بنوصل بسرعة بس لو اتأخرنا دايما ما بيكونش بأدينا بس دايما بنحاول نوصل بسرعة انتو عندوكو ستوك شمع كفاية عشان لو النور قطع وحد في العمليات نو بس عمره ما بتحصل لو مريض ضرب الجرز أو نده عليك هل بتروحيله في نفس اليوم ايه اكتر أجنية بتحب تسمحها وانت سيقر بطل إسعاف ايه أنواع الحيوانات والحشرات اللي بتربوها هنا في المستشفى مفيش أنا ما لزماشي لك مفيش حشرات خلص نو لو مريض نده عليك اكتر من مرة ايه أنواع الشتائم اللي بتبرطمي بيها بروح احاول اهديه واشوف اعيديه لو معك عيان واستفزتك غرزة تاخدها ولا تقول متعوضة لا بامش بهدوء واول حاجة سلامتي وسلامة المريض يعني عمرك ما كان معك عيان وشدت مع حد على الدقري هل البوفي بيطلع لكو سبوبة كويسة في المستشفى الكافيتيريا للمرضى والديو بس مش لين احنا ما بناخدش منها اي حاجة يعني حضرتك بشكل قب اخر كده ما بتسلكش منها حاجة كده هل منتو محاطك في يوم الايام انك تشتغلي في مستشفى ملتناشنال زي الاصر العين الفرنساوي مساء طبعا لو في عرضة انا هروح بس انا مرتاحة هنا اكتب انا شايف العربية نظيفة جدا هل دي نزاهة ولا تعليمات بنشتغل مع مرضى فلازم العربية دايما تكون نظيفة عشان يكونوا مرتاحين نفسيا الساعة كام للساعة كام مسموح للاطفال انها تلعب في الطرقة في المستشفى الاطفال ما بيلعبوش في المستشفى المستشفى بس للراحة والمرضى اللي في المستشفى بس الاطفال احباب الله يعني مفروض يسموه وعند يلعبوه بالنسبة للدكاترة الرجالة هنا مين عنتيل المستشفى؟ كلهم مكيسين وكل واحد عندوا حاجة اكتر من التاني بس بنشتغل كلنا في جروب واحد ياما ليسوا انت طب ومين العنتيلة؟ كل واحدة فينا وعندها حاجة سباشل طيب السرير ده ما اغرقش قبل كده انك تطلع على المؤطة بتقضي بيه مصلحة؟ كم مريض بينامع السرير؟ وهل لو معامو رافق بينامع السرير برضو؟ ولا بيفرش جنبه على الارض؟ كم تسعيرت ما شاء الله الحاجة بقى زي الفل؟ وان بوبت الاكسوجين بتغيرها ب40 برضو؟ ولا بتجابها تموين؟ انا ملاحظ ان المستشفى ملهاش شخصية قوي يعني مش شام مرحة فينيك مثلا انتو بتسعيقوا بايه؟ لو عندك مريض غني وسنه فوق السبعين وفرسته ان يعيش ضعيفة، هل بتركزي في العرفي؟ ممكن ما يبقاش معاك عيانه وتشغل السرير عشان تسلك في الطريق بسرعة؟ لا، لما بنروح بس نجيب المريض التواري بتقفل الساعة كامل، 24 ساعة ما بيرايحوش خالص؟ هل عندكم لات؟ طبعا عندي فيه؟ طبعا ما فكرتش تعمل شفت كريرة وتروح المطافي مثلا؟ لحد دلوقتي لا انا ملاحظ ان الحمامات عندوه نظيفة قوي يعني ما فكرتش تعمل فيها عمليات؟ طبعا انت مش شايفة ان جمالك بيؤهلك انك تبقي دكتورة؟ لا المعاملة بينك وبين السواق حكي لي عنها سجال يعني ممكن انت تسوق مرة وهو يسعف مرة، ممكن انت تسعف مرة وهو يسوق مرة؟ السواق بيسوق واحنا مهمتنا نسعف المريض ايه انواع الاكسسورات اللي بتنسوها جوا بطن المريض في العمليات؟ هل بست طفاح وبطل الموقف في الزيارات؟ طب وكفارتينا؟ طب باسكوت ماري؟ لا 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 فيلم خمسة وخمسين اسعف استفدت من مين اكتر؟ احمد حلمي او محمد سعد؟ هل في مكان مخصص في العناية المركزة للتتكليم؟ هل بتحماسه السوداني في فرن التعقيم؟ انت هدق بطبعه كاني ولا حصل حاجة الصبح مخليك هدق؟ هل خلفية الممرضة مهمة في اختيارك ليها؟ ه Enero ليها علانتي ج TenBN مهمة ها انا قلت بتاك انت هتوم مهمії